نحن دير مماس بلدنا بعيدة كيلومتر واحد عن الحدود منشان هيك وقت اللي بلشت الحرب خفنا يصير معنا شي متل ما صار بالحرب الالفان وستة فمنشان هيك اضطرنا انه نمشي كنا عم نسمع صوت الانفجارات بعيدة شوي بس خفنا انه يرجع يصير معنا متل ما صار بالالفان وستة منشان هيك تركنا وجينا وبعد ما جينا بشي كاميون بس بلش القصف على ضياطنا فاغلب العائلات الكنيسة نزلوا على بيروت او على صيدة او على غير محلات كل العائلات اللي نزحوا كان عندي اتصال فيهن وحبت اعرف هني وين موجودين وشو الاشياء اللي هني بحاجة لقلة وكان عندي اتصال مع عدة جمعيات خيرية بقدموا حصص غذائية بقدموا فرش بقدموا حرامات حتى يتعطوا فيها فساعدنا كتير عائلات ومن ضمنن عائلات الكنيسة وعائلات من دار مما سمنن على علاقة بالكنيسة بسبب الماضي وعدة مرات انا ذكرت قبل مرة لعدة اشخاص انه عادي سابع مرة من غادرة بيوتنا ومنترك ارضنا وكنيستنا ومنضطر نفل بسبب الحرب وكنا بكل مرة عنا اتكال على الرب انه راح نرجع مرة تانية بس ننتهي الحرب نرجع مرة جديدة على كنيستنا على ضيقتنا نرجع نمارس ايماننا وعبادتنا وحياتنا العادية فانا عم شجع الاشخاص اللي انا عم بتصل فيهم كانوا من كنيستنا او من غير كناقس انه اكيد الحرب راح تنتهي مش راح تستمر ويوما ما بس تتوقف الحرب راح نرجع مرة تانية مثل الماضي نرجع على حياتنا الطبيعية نرجع على كنيستنا على المحل اللي نحنا عم نخدم الرب فيه